وان شاء الله كلنا بعد الحلقة دي يعني بعد ما تتجربوا الوصفة دي حتتضعولي وحتقولي بصراحة المسك اللي انت جيبتي ده هايل وما حتش تجابه ولا عمله قبل كده حصري يا جماعة حصري انا اللي مجربوه انا عفاه وانا اللي عملته جميل هيعجبكم جدا اهم حاجة لان احنا نستغل لانا بجود الفراولة وممكن نعمل منه كمية كبيرة ونحطها في الفليزر عشان لما الفراولة تروح يبقى احنا برضو عندنا المسك بتاعدي تعمل مرة في الاسبوع وهتشوفي وشك بقتها منها ازي حيبقى جميل ونعم وكمان لون ورجي وحلو جدا 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 وصفة حلو قوي وسهلة وسريعة ومبتاخدش مجهود وبتنشف جدا بسرعة جدا على الوش اشتركوا على خير يا احلام تابعينا ومنتنسونيش في اللايك واشتير ومتابعة للقناة سلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومنورين يا احلام تابعين حلقة جدا من حلقاتنا ووصفة سريعة وسهلة وبرضو من البيت اهم حاجة نوصفتنا كلها بالبيت يا جماعة انها اللي بقى احنا تكلم على حاجة جميلة كلنا بنحبها وكلنا عايزينها وكلنا بندور عليها ودايما دايما نفسنا نبقى موجودة عندنا ايه هي نظرة الخدود حاجة اخلي خدود دايما نظرة عندي وصفتين حعمل حلقة من رجل حلقة اللي وراها على طول حعمل لكم الحلقة التانية ايه بقى بيورد الخدود حاجة جميلة جدا اكتشبتها وعجبتني جدا واجربتها وقلت لازم اقول لكم عليها الفراولة 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 يا جماعة من الفواكه الجميلة جدا بتجي نظرة للبشرة وتوريد خدود طبيعي ازاي الوصفة امم مش هنا كلها بس لا الوصفة عبرها ان انا حاجيب جيلاتين يا جماعة جيلاتين الطبيعي اللي هو بنعمله بالجلي جميل لو عندك حبة جيلي احمر ستجبي منهم معلقة على حبة مياه سخنة قد كده عشان انا عايزي بقى تقيل مش عايزي بقى خفيف وادوبه ادوبه 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 لما يدوب خالص وبعد ما يدوب خالص حاكي بي الفراولة اضربها في الخلاط فراولة او فراولة صغيرين بس لاتكون حمرة واتأكد ان ما فيهش حاجة بيدا وبعد مدربهم في الخلاط هحطهم على الجيلاتين واسبهم يجمدوا في الفليزر وياريت اكونوا احطهم في مكعبات عشان اطلع مكعب مكعب اللي اللي انا عايزيه عشان استعملوه عشان بش كل مرة اطلع المسك كله جميل هتحطيه في مكعبات صغلنا كل يوم تغدي منه واحدة هتضيف وشك وانشاف وكل ما انشاف تحطيه مرة كمان لغاية تلات مرات وبعد كده تغسل الوشك هتلاقي وشك في منتاع الجمال مش بس بيورد الخدود بجدد انسكت البشرة من الداخل وصفة جميلة ومجربة وحلوة جدا 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 وسهلة وسريعة وحزا جميلة